العريف روبرت بيلز بالجيش الأمريكي هو المتهم بقتل المدنيين الأفغان الستة عشر بعد خمسة أيام من الواقع كشفت واشنطن عن هويته في أفغانستان لم تجف الدماء بعد ولا الغضب قتلت ضحايا أطفالاً ونساءاً ورجالاً في بيوتهم وهم والناس نيام أغلبهم برصاصة في الرأس جمعهم القاتل وأحرق جثثهم بالدعاء للقتل بدأ اجتماع الرئيس الأفغاني مع ذويهم أحد عشر شخصاً قتلوا في منزل واحد صرخ أحد شيوخ القرية كانوا كالحيوانات يحطمون الأبواب أنصت الرئيس وبدأ متفقاً أن الفعلة ليست لرجل واحد يعتقدون أنه من غير الممكن أن يفعلها شخص واحد قتل نساء وأطفال في أربع عيوف مختلفة في بيت هذا الرجل ثم جمعوا في غرفة واحدة وأحرقوا ولم يتلقى فريق التحقيق الأفغاني التعاون الذي انتظره من الولايات المتحدة يتفق محامي بيلز أن ما حدث مذبحة مؤسفة لكن من المسؤول عنها؟ بالطبع ليس بيلز يقول المحامي ملمحاً إلى خطأ قرار إرسال موكله إلى أفغانستان لدينا جندي سجله مثالي وحاصل على أوسمة وأصب في مخه ومناطق أخرى بالجسد أثناء خدمته في العراق ورغم هذا أرسل إلى أفغانستان في هذا السجن العسكري شديد التحصين بولاية كانزاس الأمريكية سيقبع بيلز حتى انتهاء محاكمته قد يكون بيلز بعيداً عن أفغانستان التي أخرجه البنتاجون منها خوفاً على سلامته لكن مصير الجندي الأمريكي على الأرجح ليس ببعيد عن بلاد الأفغان أسد الله الصاوي بي 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 بسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر